السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيكم معاملين يا رب بتكونوا بخير حبيبي اخواتي اغلى حاجة في حياتي اهلا بكم في قناة يوميات ننا بنت الصعيب اه النهاردة ان شاء الله باذن الله طبعا الفيديو بتاعنا مختلف واكيد طبعا الفترة دي هتكون الفيديوهات كلها مهمة ليه? علشان احنا بنربي اه دورة فراخ جديدة وبصراحة يعني اه اهم فترة في الدورة بتكون فترة التحضين تمام? لاني فعلا الفترة دي لو اسستي الفرخ بتاعك صح? ما شاء الله طبعا على باقي الدورة او على نهاية الدورة بيديكي ما شاء الله تحويل عالي وبيكون طبعا بصحة جيدة تمام? فاكيد طبعا لو هتميتي في الاول هتاخد ان شاء الله بإذن الله النتيجة مرضية جدا جدا. لايك وشاركتي للفيديو واللي اول مرة يشوف القناة ينزل تحت الفيديو يعمل اشتراك للقناة وفعل زر يجرس على كلمة الكل لشاء كل منازل فيديو تتفرجوا عليه. عايزة هم تركنها بوقع اقول لكم على حاجة. بصوا شايفين الكاتكوت? ما شاء الله كله طاقة وحيوية ونشاط. وده راجع طبعا على الاهتمام بالكاتكوت ذات نفسو والاهتمام كمان بالنظافة او الاهتمام بالمكان والتهوية طبعا الجيدة والتدفية طبعا الجيدة بالليل. انا بصراحة بالنهار بافتح ليهم المكان. وبالليل بحاول ان انا اكفي لهم المكان واخليهم طبعا على اللمبة الموفرة تمام? ليه حنا على اللمبة الموفرة علشان انا اصلا عندي في اسوان الجو اصلا حر. فبصراحة انا بخليهم على اللمبة الموفرة كده تحسين يعني. اللي هي وقايا. فاهمين? انما لو طبعا الوجه البحري احنا عارفين انه طبعا آآ بيبجي درجة الحرارة مختلفة عن نينو بتكون يعني نزلة شوية عن آآ الوجه الجبلي تمام? فهتحاول بدأ ان انت تحطي لمبة صفرة اللي هي طبعا من عمر يوم لحد على الاقل لعمر العشرين يوم تمام? وبعدين طبعا ممكن آآ تستخدمي لمبة بيضة تمام? اللي هي لمبة الموفرة يعني. ده طبعا لو انت المكان اللي انت بتربي فيه آآ محكم كده ومش بيدخلوا طيار هوا مباشر تمام? بس طبعا الحمد لله المكان السراحة اللي انا بربي فيه ما بيدخلوش خالص طيار هوا مباشر ويعتبر يعني مكان محكم يعني انا صراحة آآ بالليل زي ما قلت لكم بجفل المكان. وآآ بالنهار بس بفتحه علشان طبعا انا هنا آآ عندي صراحة درجة الحرارة بتكون برضو شوية عالية آآ على السطح في النهار. تمام? شايفين بجاء الكاتكود الكاتكود ده طبعا نوعه ايه حنان? ده نوعه بلدي هادين. تمام? ما شاء الله ايه كتكون ثاني بس عشان الكاتكيت البلدي دي بتكون مجنونة. استنى 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 استنى. النهار ده طبعا خمس يوم في عمر الكاتكيت او ربع يوم. يعني حاجة زي كلا. تمام? طيب النهار ده هنعمل ايه? النهار ده برضو نعتبر لسه في آآ فترة الاستكبال الكاتكيت بتاعتنا. بصراحة انا طبعا من اول يوم وانا شغالة عليهم ما شاء الله بالعلاج. ازاي حنان? هقول لكم طبعا العلاج اللي انا كنت بديه لهم طول فترة الاربع ايام دي. كل اتناشر ساعة الصراحة كنت بديهم نوع من العلاجات اللي انا جايبها دي. انا هنا طبعا استخدمت المضاد الحيوي واستخدمت كمان مجموعة الفيتامينات دي واستخدمت محلول الجفاف ده. تمام? دول طبعا طول الاربع ايام. محلول الجفاف ده كان اول يوم اول يوم بس طبعا ومش هستخدميه غير اول يوم. وتاني يوم بدأت على طول بالمضاد الحيوي ده كان طبعا كل اتناشر ساعة. تمام? باستخدم كانجرام على لتر المية كل اتناشر ساعة. وبعد طبعا تاني يوم تقريبا استخدمت محلول استخدمت مضاد الحيوي ده. وتالت يوم بدأت طبعا استخدم مجموعة الفيتامينات دي. برضو كنت باستخدم سنتي لليتر المية. النهاردة بقى رابع يوم هستخدم ايه? هستخدم الفلاجيل اللي هو طبعا المطهر المعوي ده. وطبعا مضاد للبكترية ومضاد للطفايليات بيخسل كده الامعاء ومعدة الكاتكوت. وبيمنع طبعا اي ظهور اسهلت على الكاتكوت بتاعي. وبيفتح الصراحة ايش هي? وبيزيد يعني اه من نشاط وحيويت الكاتكوت بتاعي. وماشاء الله طبعا الحاجات دي كلها انا واخدها كوقاية. الحمد لله لحد الوقتي. اللهم بارك. اللهم صال على النبي. ما فيش اي مشكلة او ما فيش اي حاجة يعني او اي فيروس ظهر على الكاتكوت بتاعي. ولا اي اسهلات الحمد لله ظهرت على الكاتكوت بتاعي. كل ده اللي انا قلت لكم عملته من اول يوم لرابع يوم. تمام? النهاردة طبعا هبدأ اعمل الفلاجيل ده هاخد كده سنتي. هاخد تلاتة سنتي معذرة هاخد تلاتة سنتي على لتر المية. تمام? وانا بستخدم طبعا السجاية اللي هي تلاتة رتل. يعني هاخد تسعة سنتي على كل سجاية. انا بستخدم ليهم طبعا تلات سجايات. تمام? بخلي الصراحة السجاية تحتيهم اتناشر ساعة. بصي لو انت في الشتاء خلي السجاية اتناشر ساعة. لو انت في السيف خلي السجاية من ست ساعات لتمن ساعات كفاية جوي. ليه? علشان طبعا السجايات دي المية بتسخن فيها وكده طبعا المية السخنة ممكن تعمل اسهلات ليه الطيور واحنا طبعا بجد بجد يعني افضع. مشكلة ممكن تجاب لها عندك فتكة كوت هي الاسهل. بصراحة يعني. اي مشكلة تاني ممكن تتحل بسيطة خالص. انما الصراحة الاسهلات بجد. انا بالنسبة لي مؤزية. استنى 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 بصوا. شايفين ما شاء الله. كنت عايزة اوريكم ان الريش بتاع الاجنحة بدأ يزهر طبعا على ايكا تكوت. بس هما من الصراحة مش متروجين. مش مشكلة. اكيد طبعا انتم شايفين. تمام? لايك باجا وكملوا معي الفيديو لحد الاخر. وشيروا الفيديو لاصحابكم ومعارفكم عشان يستفادوا بالمعلومات ان شاء الله بازن الله اللي بنقولها وشاركها معاكم هنا في ايه في الفيديوهات. وكمنت طبعا لي بدعوة حلوة بصلاح الحال وراح تلبال ان شاء الله بازنها وليكم مثلها. وبستنى كلكم منتاتكم بالاسئلة. وبصراحة كان في سؤال اه واحدة كانت بتقولي. انا طبعا بجاوب على كل سؤال. بحاولي ان انا كل يوم اخد الاسئلة اللي هي بتجيني على القناة. تمام? اه على فكرة انا عندي قناة تاني اسمها مطبخ لنا بنت صعيد. اتمنى طبعا اللي مش يعرف القناة يدخل طبعا يعمل على اليوتيوب ويشترك في القناة وتتضموا الى عائلتنا الجميلة على اليوتيوب. تعالوا بجا نشوف السؤال النهاردة بتاع اه الفيديو كان ايه? كان في واحدة بتقولي يحنان هو لو انا معايا فراخ فراخ كبيرة ومعايا مسلا فراخ صغيرة. اللي هي مسلا عمر عشر ايام. ينفع اضيف اه الفراخ دي مع ادي او ينفع احط يعني الفراخ الاثنين كده مع بعض في مكان واحد. هقولك لا او عن تجربة. طب لا ايه يا حنان. علشان طبعا الفراخ الكبيرة بتفضل تنكش في دماغ او في راس الفراخ الصغيرة. والحد طبعا ما تنزل الدم. وطبعا الفرخة دي بتاخد يوم او اثنين لو انت سبتيها في نفس المكان بجد سد جيني بتموت. تمام? فطبعا الافضل ان انت كل فراخ اه تحطيها مع بعضها تكون نفس العمر او متقربة. عارفة لو انت معاك كان في سؤال تاني برضو يشبه السؤال ده. كانت بتقول انا معي طبعا فراخ كبيرة في البيت. وجبت فراخ بلدي اه وزن كيلو. على فكرة الوزن كيلو دي اصلا هتكون كبرة وحتكون جافة لتريش. ومع ما زالك ان هي هتكون عدة لخمسة وتلاتين يوم. عادي ممكن تحطيها مع الفراخ الكبيرة. وانا عاملة كده مع الفراخ الساسو اللي هي عمر الخمسة وتلاتين يوم. عادي حطاها مع الفراخ البيضة. ما حصل لها اي حاجة. تمام? فطبعا اي فراخ او اي كتكوت احبة ان انت او اي طيور حبت تحطيها مع بعضها. لازم تكون نفس العمر او تكون على الاقل متقربة. يعني ممكن يكون معايا مثلا فراخ عمر عشر ايام. واحطها عادي مع فراخ عمر عشرين يوم. عادي ما عليهاش حاجة. او ممكن يكون الفراخ عمر خمستاشر يوم. واحطها عادي مع الفراخ العمر عشرين يوم او خمسة وعشرين يوم. زي ما قلت لكم متقربة في العمر. تمام? او ممكن برضو يكون معايا افراخ عمر شهر. واحطها عادي مع فراخ بيضة او او بط مثلا كبير او كده. يكون مثلا عندي فراخ مثلا كبيرة اصلا في البيت. عادي احط العمر الشهر او شهر ونص معها ما فيهاش اي مشكلة. تمام? اهم حاجة طبعا ان هما يكونوا متقربين في العمر. طيب يا حنا ممكن اجيب الفراخ اكون اا او كدكوت عمر يوم واحطه مع الفراخ عمر عشر ايام. لا. ستجيني لا. ليه يا حنان? لان بجد بصراحة العمر. عارفة لو عندك كدكوت. مثلا عمري مثلا اربع خمس ايام وهتنزلي كدكوت تاني عادي ممكن حطيه مع بعض. لكن بعد عمر العشر ايام والخمستاشر يوم لا. لازم لما يكون عندك كدكوت عمر يوم حاولي ان انت تستكبليه لوحده. استكبليه لوحده. يكون افضل. تمام? طب انت يا حنان دلوقتي احنا شايفين ان انت حطى الفراخ اللي هي عنديها كساح دي. او رجليها اه اللي مكسرة يعني هم فيهم رجل واحدة بس مكسرة. مش عنديهم اه كساح. هم انا عندي تلات فرخات. اتنين بلدي واحدة ساسو. هم كانوا الرجل بتاعتها مكسورة. تمام? فانا سبتهم مع الفراخ دي. عشان لما حطيتهم طبعا مع الفراخ الكبيرة. زي ما بقول لكم نجروا راسهم. تعالوا بقى حوريكم. عشان ايه? التجربة دايما بقول خير الدليل. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا. شايفين? شايفين الفرخة? انا عملت ايه بقى? حطيت شوية كده انشارة. او حطيت شوية اطراب او شوية رماد. المهم ان انا حبيت اه حبيت يعني اني انا اكتم الدم. تمام? والحمد الله يعني عجب بسلام. والفرخة ما فيهاش حاجة. بس زي ما قلت لكم هي رجلها مكسورة. هي بس رجلها مكسورة. بس ما شاء الله يعني حلوة. ان شاء الله بازن الله هخليهم كده يشيلوا معي نص كيلو. وحابدأ اتباحهم. هم من ثلاث فرخات معي. ان شاء الله ممكن يعني اتباحهم الثلاث فرخات مع بعض. تمام? شايفين بقى الفراخ بتاعتي الكاتكوت الصغير ده الجميل ما شاء الله جميل جدا جدا. دلوقتي بقى انا هعمل ايه? زي ما قلت لكم. هحطي ليهم الفلاجيل على المية. والعلف طبعا تحتيهم. بصراحة العلف. انا بزود زويد بس من عمر اليوم. يعني نهاردة رابع يوم. ويدوب بس بزود ليهم علف زويد. مش بحط الصراحة ليهم علف. تمام? احنا عارفين طبعا الكاتكوت في عمر اليوم. الحد عمر العشر ايام. وكمان الحد عمر الشهر. مش بيسحب كتير في العلف. تمام? بس دايما طبعا المكان يكون تحتيهم نظيف. ويكون كمان المكان تحتيهم ناشف. ما تخليش طبعا اي مية تحت الكاتكوت بتاعك علشان ما ياخدش لقدر الله منك دور برد. او تلاقي مسلا فيه خنفرة كده. او يزهر عليه اي فيروس. وزي ما قلت لكم طبعا الحاجات دي احنا في غنى عنها. الوقايا خير من العلاج. كنت معكم حنان سيد من يوميات ننة بنت الصعيد. مع السلامة يا اخواتي. باي باي.